اشتركوا في القناة كل عينة على حكس ما كانت في السمي فاينل تسعين دقيقة سنتعرف من سيمر إلى نصف النهائي أدى فرصة التمرير لكن ضاعت الهجمة هنا وتأت الخطورة صالح الشهري سالم الدون السري من الساعة المخادعة حارس المرمى من مثل هذه الكرات أو هذه المسافات ياسر شهراني صالح الشهري تدخل اللعب يفقد الكرة تيموثيوية امكانية للتسديد أول هدف المباراة يكسر التعادل السلبي التعادل استمر في هذا اللقام لكن الأمور لا بمنع طفاخر مواجهة تشتعل في هذه اللحظات اطلاق المباراة من الجديد بعد أن تأخر المنتخب السعودي في النتيجة تدخل ناجح على الكرة بيعدي فيها يتقدم فيها مستحيل الكرة في المرمى الأخضر السعودي ينجح في العوتام ويعدل الكفام الله على المنتخب السعودي هدف التعادل إذن النتيجة الآن واحد واحد ألا تأتي المساندة لكن الخطورة بتنتهي على عكس ما توقعنا تيموثيوية تماث من نصيب المنتخب السعودي سلمان الفرج ياسر شهراني محمد كنو سالم الدوسري دي جيكتين هي كل ما يحتسب حكم اليقاك في نظايا الشوط الأول ينتهي الآن الفريقان إلى غرفة المنابس ولنا عودة بعد استراحة قصيرة شوط ثاني ينطلق الآن من عند الولايات المتحدة ينتهي من الكرة الخطيرة ووهو فرصة كانت كبيرة لكن كل نهاية لم تستغل لم تذكر عن أي هدف أنقذها حارس المرمى فرصة الوضع الكرة في الشباك تدخل يا تيب فرصة بضيع في التوقيت المناسب تخرج الكرة إلى ضربة مرمى تيمو ثيوية كرة بيخلص المنافس صالح الشهري سالم الدوسري افتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز سالم الدوسري بيرسل الكرة الله على المهارة حلوة تسديدة كرة بتعدي بجوار القائم كانت قريبة من هذا الشباك شوفوا الاسلوب شوف اللقطة كانت بحاجة للتوفيق فقط في اللقطة الماضية يبعد الكرة بعد هذا التدخل روعة كبيرة في الاطلاق بالكرة ممكن تقدم الآن ماذا أهدر في هذه اللقطة أنت أمام المرمى ماذا تريد أكثر موقف الواحد على واحد لا يمكن أن تضيح هذه الكرة فرصة مثل هذه سهلة جدا تدخل يبعد الكرة المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة بدون خطاب يحصل على الكرة في ممتقته حتام بهبري سلمان الفرج محمد كنو سالم الدوسري الحاكم بيضيف دقيقتين للمباراة وصلت لي سالم الدوسري سالم الدوسري فرصة لتقدم في المباراة هل تصدقون أما حدا أنا لا أصدق لو حاول أن يضعها خارج المرمى وضح المدرب راح يجري التغيير في هذا التوقيت لأن نحن على موعد ماضينا قد شد الإضافي الأول بعد 90 دقيقة كانت مرهقة لكل الفريقين كريستيا بوليسيج تدخل نظيف يفتك الكرة بدون خطاب كرس البريكان سلمان الفرج سلمان الفرج يهرب بالكرة مر فيها صلق فيها راح جورب الكرة في المرمى الكرة تحرك الشباب تحرك المدرجات شوف اللاعبين وحركات الأحمان توقع تغيير في هذه اللحظات ضغط كبير على المنتقب الأمريكي والنتيجة تشير إلى تأقرق النتيجة افتكاك ممتاز الكرة 15 دقيقة من إثانا مع دلاغة الشوت الثاني من الوقت الإضافي تدخل اللعب يفقد الكرة وعندها فرصة للتسجيل هجمة مستمرة كرة ترتكب من الحارس لكن ما زلت في الملعب يا لعيب يا لعيب يا الله على هذا الهدف نشوف الهدف من جديد من الصعب ينتلوم حارس المرمى اللي قام بدوره على أكمل وجهة والتصدي الأول والتصدي الصعب لكن لسوء حظة المتابعة كانت حاضرة وبالتالي الكرة في الشباب النتيجة الآن تلاتة تهدف مقابل هدف وحيد والكرة تعود إلى نقطة البداية الحلول أمامه في الهجوم لكن تنتهي خطورة الهجمة خلاص بيعدي فيها فرسلان كرة ما زلت خطيرة الكرة في المرمى فعلوها سجلوها في الشباك الكرة الله على هذه النهاية نشوف اللقطة من جديد العيدي السيناريو من جديد الشوطلي وهذه هي صفرة في هذه المباراة تولينا في صعود الأخصر السعودي والسمران مشوارات البطولة تاهوا مستحقوا في الجدارة سيطرة مطلقة على مجرات المبرى رسالة قوية يرسل الفريق الكريم منافسي في هذه البطولة من خلال هذا اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر